نريد أن نميز أننا لا نريد الحكومة اللبنانية تشتري طعين من الحكومة الأوكرانية وبالتالي تخربط لأن تريد تفاوض مع حكومة تانية اليوم لديك مزارعين في أوكرانيا يمكن شركات في أوكرانيا تصدروا أمح عندك ناس في لبنان شركات خاصة تستورد الأمح وهذه الناس يرون كانوا الأزمة جاية وأكيد ينوعوا ومتادرون أو يشتروا من محلات تانية طبعاً رح تكون أغلى عليهم رح يتطروا يدفعوا أغلى حق الأمحات اللي بدون يستوردون لنا إياها ما بتوقع بنقطع الأمح عندنا بس بتوقع أنه يغلى يعني الخبزة حتغلى لأنك سيطعم تجيب من مصادر تانية أغلى من ما هي ما بتتوقع يصير في أزمة أمح وطحين في لبنان إلا إذا الدولة حطت منخارة بالموضوع وقالت لما منوع تزيده مثلاً أسعار الخبز أو أسعار الأمح سيطعم ما بتعد وفي معه يشتريها من المصدر الأغلى يقول لك لك ما فيني إشتري شي سيطعم ما بيصير عندك أزمة إذا الدولة بتشيري ضعن الموضوع وبتترك السوق يرقليج السوق بيغلي السعر كما يقدر أمن لك السعر شو يعني؟ يعني اليوم الرجي بتفرض على المزارع إنه هو يبيع بالسعر اللي هي بتقريره إذا حدا بدو يشتري الدخان من المزارع بسعر أعلى من الرجي بيحبسوه ما بحقلوا يبيعوه وبالتالي الرجي أواشي بيوزعوا لزراعة الدخان يعني الحشيش بهالكيس سينادنا على المحسوبيات وبرضو بيخلوهم فؤرة لأنه بيسعرونهم بسعر كتير واطي بيروحوا هنه هاي دي الشي اللي مثل الرجي بيبيعوه بسعر كتير عالي والفرق بيحطوه بجابتهم عن طريق التوظيفات العشوائية والصفاءات والخبريات وهيدا المشروع زيتوا كان بدون يركبوه بموضوع الحشيشي يعني بيطلع إكل المزارع عم بتصدر لبر ونمسيطرين على هاي الشركيين مين مسيطر على شركي كان زراعة الأمح ولا غير زراعة الأمح اللبنان مش بلد إذا بدك محفز للزراعة بسبب المشاكل الهيكلية الكبيرة وعلى رأسها مشكلة الكهرباء الكهرباء كتير أساسية للزراعة خصوصي للزراعات الحادية يعني اليوم أنت ما بقى عندك نيس بروح بتشتغل بتودي مليون واحد على الحقلي لا يروح يفلحها اليوم أنت إذا بدك الكطاع صار بيعتمد كتير على الري والري بده كهرباء الكطاع بيعتمد على التبريد الخضرة بدك برده بدك برديت لا تنقول تبريد بده كهرباء بده محروقات